موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الالي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند النهاردة بالتأكيد عندنا تفاصيل وكواليس مهمة جدا متعلقة بسفر فريق النادي الاهلي الى قطر للمشاركة في البطولة التاريخية بطولة كأس فيفا انتر كونتيننتل والبطولة الاولى باذن الله والكأس التحدي يوم السبت المقبل على ملعب 9-7-4 بتوقيت القاهرة المباراة هتكون الساعة 7 مساء باذن الله مباراة همه جدا الاهلي ينتظر فيها الفائز في درب الامريكتين بين بتفوجو البرازيلي مع بتشوكا المكسيكي المباراة تقام غدا باذن الله الساعة 7 مساء ايضا بتوقيت القاهرة على ملعب 9-7-4 يعني بالامنيات وبالتمنيات وبرقة دعاء كل جماهير النادي الاهلي باذن الله يعني فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات في الطريق وفي الجو للسفر الى قطر للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة عندنا كأوليس كثيرة جدا متعلقة برحلة السفر زي ما انت شايفين اهي بعض اللقاطات اللي كانت منذ دقائق قليلة جدا للبس المباشر لتحرك البعثة من مطار القاهرة الى الدولي وزي ما انتوا عارفين يعني كل التوفيق للفريق وكل الدعم مستنيين كمان ان شاء الله جماهيري النادي الاهلي في قطر اللي انا واثق انها تقدم ملحمة في المدرجات وفي المسندة وفي المؤذرة وفي التشجيع بإذن الله خلال الايام المقبلة طبعا كنا نتمنى ان يكون في استقبال كبير جدا من ربطة مشاجعة الاهلي في الدوحة ولكن عارفين طبعا بعض الاجراءات الليجستية والامنية يعني حالة دون تواجد الربطة في مطار حمد الدولي لتشجيع الفريق ومسندته لكن انا واصل جدا ان على مدار الـ 72 ساعة اللي جاية هيكون في تشجيع ومسندة كبيرة جدا لبعثة فريق النادي الاهلي اللي هيكون على رأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي قدامنا على الشاشة متواجد مع الفريق وبيستقل الطائرة مع فريق النادي الاهلي وايضا بتواجد اعضاء مجلس الادارة دكتور محمد شوقي عضو مجلس الادارة والاستاذ طاري انديل عضو مجلس الادارة وايضا المهندس خالد مرتاجي العض امين سندو والقائم بعمال نائب الرئيس وايضا ليه دور مهم جدا في هذه الرحلة كمنسق لبعثة فريق النادي الاهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طبعا النهاردة كولر اعلن القائمة اللي هيسافر بها او سافر بها خلاص الى قطر القائمة المعلنة 28 لعب ولكن طبقا للتسجيلات المتعلقة بلوايح البطولة هذه المباراة مباراة كأس التحدي يوم السبت هيسجل فيها 26 لعب فقط 11 لعب في ملعب المباراة و 15 لعب على دكة البودلاء وده الشكل اللي هيكون به قوائم الفرق على فكرة بالمناسبة في مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية 11 لعب اساسي و 15 لعب على دكة البودلاء النهاردة كولر اعلن القائمة والقائمة زي ما انتوا عارفين يعني للأسف طبعا مش متواجد فيها مصطفى شوبير نتيجة الاصابة غايب حتى نهاية هذا الشهر وبالتالي حظوظه في اللحاق بهذه البطولة كانت صعبة جدا لكن بنتكلم على تواجد محمد الشناوي حمز علاء مصطفى مخلوف بنتكلم على تواجد رامي ربيع ياسر ابراهيم اشرف داري خالد عبد الفتاح يوسف ايمن اقرم توفي يحي عطوة الله كريم الدبيس عمر كمال عبد الواحد مران عطية كريم ماندفيد السلية عمر الساعي مصطفى ابو الخير احمد نبيل كوكا امام عشور افشا شحات طاهر تا ورد اسليم وسام ابو عالي كهرباء سمير محمد ومحمد عبد الله دول 28 فيه اتنين هايخرجوا يوم المباراة مش هيكونوا موجودين في قيمة المباراة ويمكن الجهاز الفني رغم انه استقر على ال 26 ولكن مدي مساحا ان يكون معاه عدد ازيد عشان لا قدر الله لو فيه اي اصابة قبل انطلاق المباراة ب24 ساعة يقدر يستبدل ويقدر يغير في قيمة اللقاء لتخود مباراة صعبة جدا وتحدي كما اطلق عليها الفيفا كأس التحدي لانها مباراة صعبة مع الفائز ما بين درب الامريكتين ياما باتشوكا المكسيكي او بتفوجو البرازيلي بالمناسبة يمكن الفريق بقرة ان شاء الله يكون متواجد فيه ملعب 974 عشان يحضر ويشاهد على الهواء مباشرة وفي ارضية الملعب كلا الفريقين سواء بطل المكسيك او بطل البرازيلي عشان يقدر مرس الكولر يحضر بشكل كويس جدا ويشوف الفريق اللي هيكسب ايجابياته سلبياته نقطة الضعف النقطة القوة اللي عنده عشان يقدر يحضر ليه بشكل كويس يوم 14 بازن الله نهاردة الفريق اتمرن على ملعب النادي الآلي في مدينة ناصر ممكن ملعب مختار التتش الفترة حاليا يكون فيه بعض الاصلاحات والصيانة لفترة معينة ولكن الفريق النهاردة اتمرن في مدينة ناصر وكان فيه صورة جماعية متعلقة بصورة البطولة وبعد التدريب مباشرة وبقرب مطار القاهرة من مقر النادي في مدينة ناصر الفريق بالزبط ما استغرقش في الوقت اكتر من حوالي ربع ساعة تلت ساعة كان متواجد فيه مطار القاهرة عايز اأكد كمان لحضراتكم النهاردة الفيفا اعلن عن شكل بطولة او كأس درب الامريكتين وكأس التحدي وكلنا عارفين ان الفيفا اول مواضع هذا النظام كان محدد من دي وان قدامنا على الشاشة ده اولا كأس درب الامريكتين اللي هيتسلم بقرة للفريق الفائز على غرار نفس الكأس اللي هيتسلم للاهلي لما كسب العين وده الكاس اللي هيتلعب عليه مباراة يوم السبت اللي جاي كأس التحدي طبعا الصورة هنا مختلفة نفس الدزاين يعني نفس الدزاين كأس القرات الثلاث ولكن اللون مختلف وده اللي وضع الاتحاد الدولي في شكل الكؤوس اللي بيسلمها على مدار البطولة في درب الامريكتين الكرة الارضية على شكل الستايل بتاع الكاس ليها وضع مختلف وخدوا بالكوا الكرة الارضية وضع القرات نفسها بيختلف طبقا للمباراة يعني مباراة الاهل والعين كانت القرى الارضية المرسومة على الكاس كانت القرات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوكيانوسيا المحيط الهادي قدامنا ده الكاس درب الأمريكياني لا ارجعوا للكاس الأوليني اللي هو المظلل باللون الأزرق أكتر ده درب الأمريكتين هتلاقي فيه قرة أمريكا الشمالية وقرة أمريكا الجنوبية لما تروح بقى لمباراة كاس التحدي هتلاقي الدائرة بتاعة الكرة بتاعة الكاس عليها انت بتتكلم على أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي أوكيانوسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية انت بتتكلم على الخمس قرات ده كاس التحدي لغاية لما توصل لليفل الوحش زي ما بقول كده في اللعبة يعني لما بتوصل للمرحلة الأخيرة هتواجه فيها ريال مدريد ان شاء الله يوم 18 ديسمبر يوم الأربع بعد القادم عشان تلعب على كاس الفيفا انتر كونتيننتل وبالتالي دي الكؤوس بقرأ الكاس مع ميداليات للفريق الفائز يوم السبت فيه كاس وفيه ميداليات للفريق الفائز وخدوا بالكواب ابتداء من يوم السبت مش الكاس وميداليات للفريق الفائز بس ده كمان فيه اتجاه ان يكون فيه جوائز لأفضل لاعب أفضل جمهور الروح الرياضية في الملعب وكمان أفضل هداف هيكون موجود في هذه البطولة نفس الأمر فيه المباراة النهائية هيكون فيه ثلاث جوائز لأفضل ثلاثة لاعبين جايزة زهبية وجايزة فضية وجايزة برونزية ده بخلاف الفائز والخاسر ليه ميداليات زهبية وميداليات فضية لنقل لنا أكدنا قبل كده ان الاتحاد الدولي اعتمد ده بشكل رسمي وأعلن ده بشكل رسمي وبإذن الله هتشوف بطولة قوية جدا في قطر الفترة اللي جاية طيب النهاردة عفوا يا جماعة النهاردة كانت الجامعية العمومية لاتحاد الكورة بحضور 111 نادي هتتكلم عارض أعضاء الجامعية العمومية دلوقتي 125 نادي قدامنا هو في الصورة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة الجدد برئاسة المهندس هاني أبو ريدا وكل أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ خالد الدرندالي الأستاذ إيناس مظهر الأستاذ محمد الشيربيني وواقع أعضاء مجلس الإدارة النهاردة كابتن حسام غالي عفوا كان ممثلا للنادي الأهلي في الجامعية العمومية لاتحاد الكورة النهاردة وكننا نعرفين نهاردة اتحاد الكورة كان مجلس بقيمة موحدة تبقى للليحة وما كانش فيه أي منافسة فكان النهاردة بالتسكية ولكن بشرط بحضور 25% من عرض أعضاء الجامعية العمومية للهم الحق في المشاركة والتصويت النهاردة نقدر نقول لا يعني حضر ما يقرب من حوالي 85% من عرض أعضاء الجامعية العمومية 111 نادي من أعضاء الجامعية العمومية للتحاد ده هيكون عنده مسئوليات كثيرة ومهام شقة لإعادة الانضباط للقرى المصرية انضباط في الملاعب وانضباط خارج الملاعب ومن كام يوم كان فيه جلسة وزيارة للمهندس هنا يا بريدة مع الكابتن محمود الخطيب وفي حضور الكابتن حسن حمدي وتتركوا الأمور همة جدا لدرجة حتى أنه أتها النهاري الأهلي كتف في سياق هذه التفاصيل أمور متعلقة بالتحكيم والتسنين والمنتخبات واللوايح حاجات كثيرة جدا مراس للأسف من المشاكل واللا مبالاة كانت موجودة في الفترة الأخيرة أنا عايز أعلكم من الحاجات الطريفة اللي شفناها حتى نتاج عمل المجلس السابق يعني صاحب محمد بالوافق عضو مجلس اتحاد الكورة كان ليه تصرحات كده في الساعات الأخيرة وأنا أخذ منها تصرحة واحدة لما تسأل مثلا سؤال يعني ردا على سؤال هل المجلس ده كان ليه دور في تطفيش مثلا محمد بركات من مجلس الاتحاد الرد كان يعني عشان اندل على شيء بيدل أن العملية ما كانتش ماشى بإطار عملي ومؤسسي قال لك نتطفيشه ليه ده رجل كان ده مخفيف وكان بيدحكنا في اجتماعات المجلس يعني حتى لما تيجي تتكلم مع أعضاء المجلس السابقين أبرزه ومسلس محمد والوافق فكرة هل الكابتن محمد بركاته ما كانش موجود هل كان فيه تطفيش لعيبته الكورة لكرموجودين في المجلس قال لك لا بالعكس رجل ده مخفيف كان بيدحكنا في الاجتماعات وبتاع نطفيشه ليه والدنيا كانت لذيذة يعني عموما نتمنى المشاهد دي تختفي تماما والفترة الجاية تكون فترة أفضل وفي نفس الوقت لما تبدأ تتشكل لجنة حكام فيها خبراء أجانب رئيس مسؤولة عن تقنية فار حتى المساعدين المصريين اللي ممكن يكون لهم الشرف العمل في اللجنة الفترة اللي جاية أتمنى تكون ناس جديدة ناس جديدة ما شفنهاش قبل كده في مجال التحكيم ده مهم أول طبعا مهم ان يكون فيه خبرات بس في نفس الوقت طبعا انت جايب ناس عندها خبرات والجرد هيخشوا يتعلموا معاهم يبقى ناس جديدة بحيث تبدأ مرحلة جديدة من ايه تزد ده اللي بتمنى في الفترة اللي جاية بالمناسبة كمان الناجي الأهل النهاردة عاقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية ومن خلال مجلس دارة الناجي الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب نوجه التهنيئة للمهندس هاني أبو ريدا عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي والرئيس الحالي للاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة الجمعية العمومية في اتحاد الكرة وانتخابه لمدة أربع سنوات تقادمة طبعا النادي الآلي من خلال مجلس دارة وبرأسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الردية بيتمنى بقى للكابتن أو المهندس هاني أبو ريدا كل التوفيق والعمل على تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية ومسندة الأندية والمنتخابات القومية بما يخدم مصلحة الرياضة المصري طيب دي كانت أبرز التفاصيل اللي عايز أبدأ بها حلقة النهاردة ولكن في الفقر الحوارية النهاردة معانا واحد من نجوم النادي الأهل السابقين لاعبا ومدربا وليبع طويل جدا في مجال التدريب الكابتن رمضان السيد النهاردة بينورنا وبيشرفنا في برنامج التريند عشان نتكلم معاه في ملفات مهمة جدا انتخاب اتحاد كورا بطولة الانتر كونتيننتل صفر الأهلي إلى قطر ملفات مهمة نتكلم فيها بالتأكيد مع الكابتن رمضان السيد في الفقرة الحوارية لكن نروح دلوقتي لسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لمنافس الأهلي على كاس التحدي ما بين بوتفوجو وباتسوكا المكسيكي تقدروا تضعوا معنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم في برنامج التريند لكن نروح دلوقتي لأهم العلم البداية في تريند الأهلي باست الأهلي تطير إلى قطر وفي التريند المحلي رسميا أبو ريدا رئيسا لاتحاد الكورة وفي التريند العالمي محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي أبرز مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا عندنا مجموعة من المباراة النهاردة نبدأ بسرعة نشوف المباراة ساعة الثمانية لأوروبا في مبارتين جيرونا هيستضيف ليفربول ودينامو زغرب هيستضيف سيلتك ساعة عشرة في سبع لقاءات بايرن ليفركوزن هيستضيف انتر ميلا شاختار هيستضيف بايرن ميونيخ لايبزيج هيستضيف أستون فيلا أتالانتا هيستضيف ريال مدريد ريد بول ساليسبورج هيستضيف باريس سان جيرمان وكلب روج هيستضيف سبورت انجليش بونا وأستاد بريست هيستضيف انتر هوفين دي أبرز مباراة اليوم نتمنى مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد أولا في اللحظات اللي زي دي مهم جدا نقرب شوية من الأحداث المهمة جدا على المستوى العالمي ليه؟ تداخل على مونديال أندية في الولايات المتحدة الأمريكية وعندك بطولة فيفا انتر كونتيننتل وبالتأكيد في اللحظات اللي زي دي في مدربين اشتغلوا في أماكن مهمة جدا في الفترات الأخيرة منهم لعيبة دربوهم وهم حاليا بيلعبوا في النادي الآلي وقبل كده كانوا بيلعبوا سواء في أوروبا أو حتى مع منتخبات عربية شقيقة لما كانوا بيتولوا تدريبهم في الفترات الماضية النهاردة ومن خلال تريند أولاين عبر زوم من فرنسا معنا المدير الفني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لفريق باريسا سان جرمان ومنتخب المغرب مستر وحيد أولا سعداء بوجودك معنا على شاشة قناة النادي الآلي نادي القرن في إفريقيا مساء الخير على الجميع مساء الخير يا مصر أنا أيضا صعيد لأنني أشارك معكم في هذا البرنامج وحيد خليلوزيتش واحد من أسماء المدربين الكبار اللي اشتغلوا في أفريقيا واشتغلوا مع منتخبات كبيرة حتى ودرب في كأس العالم في السنوات الماضية كيف يرى فكرة إقامة كأس العالم للأندية على مستوى الأندية على مستوى العالم فكرة أن يشارك كثير من الفرق إنها فكرة جيدة ولكن بالنسبة للعبين هو أمر صعب لأن اللاعبون يؤدون الكثير من المباريات على مدار الموسم وأعتقد أنهم سيكون نوعا ما مرهقين في هذه النسخة من البطن أكيد طيب وجود النادي الآلي في مجموعة فيها بالمراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر مايامي الأمريكي ولقاء الافتتاح ما بين الأهل وإنتر مايامي كيف يرى وضع هذه المجموعة بالأسماء التي تتواجد في المجموعة الأولى بسي ندروب ترجل 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 إنها مجموعة جاذبة وتشجع على المشاهدة لا سيما ما تحوي من فرق كبيرة إنها مجموعة بها فرق فيها مدارس كرة قدم مختلفة مايامي يلعب في أمريكا الشمالية وهناك فريق برازيلي وفريق أفريقي إنها لحظة جديرة بالمشاهدة وأن نعقد فيها مقارنات ما بين المدارس المختلفة سواء من أفريقيا أو من أمريكا الجنوبية أو من أمريكا الشمالية إنها مجموعة تشجع على أن نشاهد هذه المدارس المختلفة وأن نعرف من الذي سيفوز في النهاية المطاف هل تتوقع أن يكون فيه مفاجأة في هذه البطولة أم الفرق الأوروبية لها نصيب الأسد في المنفسة على هذا اللقب بالتأكيد إن فرق أوروبا لها الحظ الأوفر ثم فرق أمريكا الجنوبية ولكن في مصابقة كتلك وفي نهاية موسم فإن الفرق غير المعروفة يمكنها أن تصنع المفاجأة كما شاهدنا منتخبات تفعل ذلك في كأس العالم في لحظة سيكون فيها الجميع مرهق بدنيا ستختفي ربما بعض الفوارق الفنية فرق أمريكا الجنوبية وفرق أوروبا تلعب الكثير من المباراة على مدار الموسم وأعتقد أنهم سيكون مرهقين جدا وده الأحظة المناسبة لفرق أفريقيا قي تصنع المفاجأة اتنين من أبناء وحيد خليل وزيتش اللي شاركوا مع منتخب المغرب لفترات طويلة يحيى عطوية الله وأشرف داري الآن هما لاعبان في النادي الأهلي ماذا تقول لهم وأمامهم تحديات مهمة على المستوى الإفريقي والدولي لقد دربتهم في الفريق الوطني المغربي وملاعبين جدا ولكن الآن مع الأهلي أعتقد أنهم لم يشاركوا بالشكل الكافي وخاصة أشرف داري الذي أصيب مع الفريق الوطني المغربي ولكنه لاعب لديه الكثير من الإمكانات الفنية وهو قوي جدا على المستوى البدني ويجيد ضربات الرأس ولكن إنه فتى له الكثير مميزات ولكن لم نرى شاهده بالقدر الكافي مع الأهلي حتى الآن أكيد طيب لو هسألك على جوائز الاتحاد الإفريقي زابست لعام عشرين أربعة وعشرين هل لك وجهة نظر معينة في الاختيارات التي تمت غياب محمد صلاح عن الجيزة هذا العام هل كانت مفاجأة؟ هل لديك ترشيحات أو عندك أراء في مسألة المرشحين للجوائز سواء أفضل منتخب أفضل لاعب أفضل حرس مرمى غياب محمد صلاح حسن أنها مفاجأة بالنسبة لي لأن هذا اللاعب يقدم حاليا مستويات مذهلة وهو في التوب فورم وفي هذه اللحظة التي أتحدث فيها ربما يكون هو الأفضل في العالم وليس في أفريقيا فقط بما يقدمه مع ليفربول منذ بداية الموسم هو في فورم يظهر فيها هدافا يظهر فيها لاعبا يقدم التمريرات الحاسمة لزملائه حقيقة الأمر أنه يقدم كل شيء في كرة القدم خلال هذا النصف موسم الذي شهدناه حتى الآن أنه من الأفضل في العالم حاليا ومفاجأتهم كبيرة أن يكون غائبا عن القائمة القصيرة اللاعبين الأفضل للأفريقية وأعتقد أن صلاح ليس بحاجة للحديث عنه من أفضل منتخب في أفريقيا لهذا العام من وجهة نظرك هناك الكثير من المنتخبات ولكن في هذه اللحظة الفريق الذي هو في التوب فورم هو الكوديفوار الذي فاز بكس أمم أفريقيا ثم أرى الجزائر ثم أرى السنغال ثلاث ثم مصر والكاميرون أعتقد أنهم هم الخمسة الأربعة والخمسة الكبار في أفريقيا حاليا وأفضل نادي بالنسبة لي هو صعب أن أحكم وأقول من هو الفريق النادي الأفضل لأنني لا أشاهد البطلات الأفريقية بشكل منتظم ولكن من ضمن المرشحين من وجهة نظري ومن ضمن المرشحين بالتأكيد هو فريق الأهلي الذي نسمع عنه كثيرا في أفريقيا مستر وحيد خليل وزيتش أنا بشكرك بالتأكيد على هذا الحوار ولا يزيل إجابات المهمة جدا لأن النهاردة وحيد خليل وزيتش تكلم عن أشرف داري تكلم على يا حياتوط الله تكلم على الأفضل منتخب موجود في القرى الإفريقية وعدد أسامي كبيرة جدا كوديفوار السنغال آل الجزائر وآل مصر رغم أن مصر مش موجودة في الأسماء المرشحة وهو بالتأكيد عنده تعليق يعني على شكل الجوائز اللي وضحها للتحاد الإفريقي والمرشحين اللي يزيل جوائز خلال هذا العام شكرا جزيلا مستر وحيد خليل وزيتش المدير الفني السابق لفريق باريسان جرمان ومنتخب المغرب السابق كانت إطلالة مهمة جدا مع واحد من المدربين اللي صنعوا تاريخ في الكرة الإفريقية مع عديد المنتخبات العربية في السنوات السابق دلوقتي نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الحوارية مع الكابتر رمضان السيد اللي بالتأكيد هتخلى لها مجموعة من الأخبار والتفاصيل والكواليس وأيضا رؤية فنية تحليلية مهمة جدا على بعض الموضوعات والملفات اللي هنتكلم عليها في الظل أن عندنا مصابقات دولية مهمة في الفترة اللي جاية مشاركات إفريقية بعد العودة من جنوك إفريقيا بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس بنتيجة 0-0 فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية من برنامج الترند والذي بيناورنا بيشرفنا فيها واحد من نجوم خط وسط القرى المصرية والنادي الأهلي تحديدا الكابتن رمضان السيد كابتن رمضان منور الدنيا وسعيد بوجودك معنا النهاردة في برنامج الترند ربنا يا خليجة محمد شكري جدا يا محمد طمين عليك الحمد لله تمام كله تمام كله تمام طيب عايز أبدأ معك كأحد نجوم الأهلي السابقين والمحللين الفنين الكبار رؤيتك للأهلي في المسم الجاري يعني المسم الحالي بدايته وانطلاقته خسرت سوبر إفريقي لحيط نفسك بسرعة بالسوبر المحلي دخلت الدوري كسبت مطشين اتعدلت مطشين رحت دوري أبطال إفريقيا كسبت مباراة اعدلت مباراة حققت فوز على العين ومكمل في بطولة دولية مهمة جدا إجمالا كده البداية دي في أول شهرين ثلاثة شايفها إزاي طيب يعني يمكن لما نحسب الفترة دي كلها نقول النادي الأهلي كان أفضل في مباراة العين مباراة العين قدم مباراة كبيرة جدا الحقيقة مباراة الوحيدة اللي قدمها بالمستوى اللي هو بتاع الموسم اللي فات مستوى اللي هو تقارب الخطوط المستوى اللي هو فيه الرتم السريع مستوى اللي فيه ربط الحقيقة بالشكل كمان اللي ظهر فيه طهر محمد طهر دي يمكن أفضل مباراة لكن بعد كده النادي الأهلي افتقد مميزات يعني هي اللي بتفرق معاه وبتصنع الفارق في مباراة بتاعة الموسم اللي فات كلها أولا هو كان بيعمل ضغط متقدم ولما بيعمل ضغط متقدم ما بيعملش ضغط بتلاتة أو بيعمل ضغط باربعة ده بيعمل ضغط متقدم مع تقارب الخطوط بتلاقي المدافعين بيبقوا فخص الملعب والمهاجمين ووسط الملعب بيبقوا في الثمانتاشر فكده سهل جدا انك انت تستخلص الكورة أو تقطع الكورة والحاجة التانية كمان انت لما بتقطع الكورة وفيه تقارب الخطوط اللي كان مميز جدا بيه النادي الأهلي في الموسم اللي فات الحقيقة انت بتقدر توصل للجول بمنتهى السهولة طبعا باختراكات حسين باختراكات الحقيقة بيرس تاول لما كان شغال كويس طهر محمد طهر طبعا الموسم دوت وسام اللي انا بعتبره من افضل المهاجمين اللي جون مصر كان بيعمل ضغط متقدم وكان بيعمل الرقابة او الضغط في وسط الملعب بشكل قوي جدا جدا وفي نفس الوقت كان بيعمل الرقابة بالسرد باكين والباكين بالضغطيات العكسية كان مميز جدا يعني يمكن واحدة من ضمن الحاجات في المباراة اللي فاتت الحقيقة برضو نفس الحكاية نفس الخطأ الحقيقة ياسل إبراهيم برضا الكرة بتتلعب الكروس والهو بيبعد عن الراجل ثلاث يارضات الراجل اللمس الكرة بدماغه ويمكن جات في ايد الشناوي الكرة دي قررت كتير جدا فده من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعالجها وبالذات في المباراة اللي جاية ان شاء الله بزن الله او في كاسة عالم الأندية برضو غياب محمد هاني وغياب علي معلول من بداية الموسم مع شكل خط الدفاع بالتغيرات اللي تمت بخروج عبد المنعم تقدر تقول يعني الراجل لسه في بداية الموسم بالتغيرات دي لسه بيحاول يثبت بس شكل خط الدفاع فممكن تلاقي الدفوهات دي في بعض المباراة لكن المهم انك تقدر تحلها او تشوف مشاكلها قبل المشاكل اللي جاي هي طبعا يمكن انا بس هبدأ معاك برضا في علاج دي لانه هو يمكن اخد فترة الاعداد عامل اسبوعين بس وهو اشتكى كمان دي كمان في الموسم اللي فات اللي كان بصراحة بيعمل تفوق على اي تيم بيلعبه اذا كان في الدور المحلي او اذا كان في افريقيا الكلام اللي انت بتقوله يا محمد طبعا صح بنسبة مية في المية محمد هاني وعلي معلول يعني الاتنين طبعا كانوا اثبات وجودهم خلاص وثبتوا وجودهم علي معلول انا بيعتبره من افضل البكات الشمال اللي جون في تاريخ الكرة المصرية لان علي معلول يمكن ناس بتحاول تقرنه بعطية لا يعني يحيى عطية الله لا يعني ما فيهاش مقارنة خالص علي معلول ده حاجة حاجة مميزة جدا جدا لان علي معلول كان بيعمل لك كل حاجة اصلا عن نظلم يحيى لو قارننا واحد لسه جاي بقاله شهرين بالزر واحد بقاله 8 سنين اه ليه تاريخ طويل يعني حتى بعيد عن السنين يعني بعيد عن السنين لا المقارنة صعبة جدا جدا علي معلول كان بيعمل لك الجامعية في الجنب الشمال كان بيعمل لك البيانيات كان بيعمل لك الكروسات الكتير جدا هو اساسا لما كان بيخش جوه كان بيجيب جوال لا فرق اجامد جدا طبعا هاني كان جيه في الفترة الاخيرة وخلاص ثبت نفسه وثبت مستوية كمان يعني هاني كان بادئ مثلا فترة كده ما كانش متزبط بشكل كبير لا الفترة الاخيرة الحقيقة لا هاني بقى مثبت نفسه في مركز الباكليمين ومن ناحيتين الحقيقة النواحة الهجومية والنواحة الدفاعية هاني كان عامل تميز فيها الحياة طيب اجملا كل التفاصيل دي تابعت مباراة الاهل وورلاندو بايرتس المباراة في حد ذاتها الكل كانت توقع ان هيبقى فيها صعوبة كبيرة لان ارلندو كسب بلوزداد في الجزائر اتنين فبالتالي المباراة على ارض الساعة ثلاثة العصر مع فكرة فرق جنوب افريقيا الاهل ما بيعرفش هم نتيجة ايجابية هناك كتعاملة شوية قلق بس لما اتفرجنا على المباراة الكلام شيء وارض الواقع كانت شيء تاني خالص قيمت التسعين دي ازاي يعني يمكن قيمها هقسمها على فترات الحقيقة في فترات لما نزل حسين الشحات ولما نزل افشا ولما نزل بيرستاو على غير العادة او على غير المستوى اللي مقدمه في الفترة الاخيرة الحقيقة بيرستاو عمل الفترة اللي نزلها عملها بشكل كويس طبعا الحسين الشحات يعني وجوده مهم جدا 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 من اللعيبة القليلة جدا اللي في مصر اللي بيصنع الفارق افشا بيعرف يعمل استحواز بيعملك استحواز حتى في مباراة صعبة جدا هو بيعرف يعملك استحواز لكن في فترات الحقيقة لا يعني كان برضك مش كورة النادي الاهلي وكانوا ماشيين في نفس الشكل اللي أنا قلت عليه ان برضك حيثة الضغط في رص الملعب ما كانش موجود بشكل كويس حيثة الرقابة ما كانش موجودة بشكل كويس فده يمكن فرق في فترات في المباراة لكن اول ما اكتملت الحقيقة واول ما نزل اللعيبة اللي بتعملك الحقيقة صناعة الفارق الحقيقة ازا كان حسين او افشا او بيرستاو على عكس زي ما قلتلك المستوى اللي هو بيقدم به في الفترة الاخيرة بيقدم بمستوى اقل الحقيقة لكن الفترة دي كان الاهل كان ممكن يسجل هدف او هدفين طيب وزاة الملعب لما بنتكلم على كوكا ومروان وندفيد وامام والسولية وافشا انت بتكلم في ست لعيبة احيانا بيبدأ بامام احيانا بيبدأ بافشا بخبراتك كابتن رمضان السيد وهو احد اهم اللعابين اللي يجون في تاريخ مصر في وسط الملعب شايف المكان ده الافضل فيه انك تلعب بسبقات تشكيل تلعب بالعيبة متمركزة في وسط الملعب بشكل معين ولا يبقاليك تاكتك معين في اداء كولر في وسط الملعب بصة انا اقولك حاجة يعني يمكن على عكس البداية القوية جدا 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 لامام عشور العية كان عامل بداية ولا اروع لان اصلا كان بيعمل المساندات الاجمية بشكل كويس اوي اوي كان بيسدد بشكل كويس اوي وفي نفس الوقت كان بيختارك لغاية ما بيخش ال18 وبيصنع كمان اجوال يمكن في الفترة الاخيرة امام المستوى رجع شوية فبالتالي انت مفروض تسبت يعني انا بقول مثلا ايه افشا مثلا افشا لما بياخد 10 دقايق لما بياخد 15 دقيقة لما بياخد نص ساعة لما بياخد شوت لما بيبدأ افشا بيصنع لك الفرق وبيعرف يعمل لك استحواز بشكل كويس اوي وبيعرف يصنع اهداف وهو اساسا بيجيب الجوال مزبوط فبالتالي افشا يعني انا في رؤيه انه فرمة عالية جدا طبعا مروان لا بديل عنه مروان هو اللي بيعمل لك الاستخلاص وهو اللي بيقفل لك وس الملعب وهو اللي بيستخلص كل الكرات اللي هي بتتعامل في وس الملعب اللي بترتد من الدفاع عندنا او من المهارمين هو افضل لعي في مركز 6 اه طبعا مروان لا بديل عنه بالمستوى اللي هو بيقدمه مروان عامل مستوى هاي الحقيقة طبعا انت عندك بعد كده اكرم اكرم توفيقي طبعا بالمجهود الكبير جدا 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 الحقيقة اللي بيبزله لكن انا مش معه ان مثلا يبقى مروان واكرم وكوكا انت كده بتقلل وسط ملعبك بشكل كبير جدا وحتة الاستحواز شابه تشابه ما بين التلاتة طبعا طبعا وحتة الاستحواز وحتة صناعة اللعب ما بتلاقيهاش بالشكل اللي بقى مثلا موجود فيه افشا اللي موجود فيه السلية السلية طبعا بيعمل لك كل الحاجات دي بيعمل لك حت المسندات الليجومية بيعرف يخش التمنتاشر بيعرف يسدد من بعيد وبيعرف يعمل لك الكرات الطولية بشكل كويس اوي لحاجات البينية فبرضا انت لازم تسبب التلاتة الحقيقة بس ما يبقاش فيهم تشابه زي ما بتلعب كوكا واكرم ومروان الفترة اللي انت بتلعب بالشكل ده بتلاقي نفسك ما بتضرفش تعمل الاستحواز من أفضل تلاتة ممكن يبدأوا مثلا مع بعض لده في تنوع كده ما بين التلاتة في أدوارهم مختلفة فسط الملعب انا رأيي الفترة دي مروان واكرم وافشا مروان واكرم وافشا مروان واكرم وافشا لان اكرم مع افشا غير اكرم مع كوكا الاثنين لعبهم متشابه الحقيقة لكن لما بيلعب مع افشا reef بيعرف يلعب اكرم في نفس الوقت كمان بيد له فرصة انه هو بتقدم بشكل كواس اوي في الكرات البينية اللي هو وبيعملها بيشتغلها مع حسين الشحاتو بيشتغلها مع اكرم ويشتغلها الحقيقة مع الطاهر محمد طاهر ويشتغلها مع اسام ابو عالي Bronx بيعرف يعمل لك الاستحوازو بيعرف يعمل لك الكرات البيانية هل يقدر الأهلي يحسن قمة المجموعة الثالثة في دورة أبطال إفريقيا وحالين أربع نقاط مع أورلاندو بايرتس أربع نقاط شباب بولوزداد ثلاث نقاط والمباراة القادمة بعد العودة من قطر بإذن الله مع بولوزداد الأولى في القاهرة والجولة الرابعة بعدها في الجزائر نادي الأهلي يعني في خلال الأسبوع دوت أو الفترة دي لو رجع لمستواء قادر إن هو يحسن الحقيقة مبكرا جدا يعني قادر إن هو يعمل فوز في المباراتين الحقيقة الحوار معك ممتعك الترمضان لسه في تفاصيل وموضوعات مهمة لسه نتكلم فيها ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل النهاردة بالتأكيد الاتحاد الدولي ومن خلال ترحيب ومشاركة الأهلي في العديد من المسابقات الدولية سواء منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية أو كأس فيفا انتر كونتنلتل النهاردة بالمناسبة على حساب فيفا على منصة إكس نشر أكثر من تغريدة عن كأس العالم الأندية عشرين خمسة وعشرين أول حاجة كانت تحت عنوان من يسجل أهدافا أكثر في المنديال مبابي أم وسام أبو علي ودي مقارنة يمكن وضحها الاتحاد الدولي بين أبرز المهاجمين اللي هيكونوا ميشاركين في بطولة كأس العالم للأنديال حساب الرسمي للفيفا نشر صور لأربع مهاجمين وسام أبو علي مهاجم الأهلي مع مبابي مهاجم ريا المدريد لويس هنريك مهاجم بوتفوج البرتغال البرازيلي وهدف فريق الليون المكسيكي وكتب حساب الفيفا فوق الصورة من يسجل أهدافا أكثر في كأس العالم للأنديال يعني مقارنة جميلة وأعتقد هتبقى يعني دفع معنوية قوي جدا لويسام أبو علي في نفس الأمر مبارح الاتحاد الدولي نشر بوستر خاص عن مباراة الافتتاح ما بين الأهلي مع انتر مايامي اللي هتقام بإذن الله في ستاة هارد روك في مايام قدامنا الصورة بس الصورة مستوحاة من لعبة جي تي اي اللعبة اللي كنا كنا نلعبها في التسعينات والبوستر واخد فكرة اللعبة نفسها ونشر الفيفا عبر حسابه الرسمي على طريقة لعبة جي تي اي الشهيرة لسباقات السيارات وظهر في البوستر بصوا مين لعب انتر لعبه انتر ميامي الأرجنتيني ميسي الأورجوياني لويس سوارز ولعب وسط الأسباني اللي كان بيلعب في برشلونا سيرجو بوسكتس وكمان مين بيقود السيارة الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهم هو طبعا مالك فريق انتر مايامي ومكتوب فوق الصورة ويزهر أمامهم سولاسيا الأهلي محمد الشناوي إمام عشور والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ده اللي النهاردة الفيفا عملوا من خلال حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا كترحيب بالنادي الأهلي أو أبرز لعبي النادي الأهلي كابتن رمضان يعني أعتقد فخر كبير جدا لما تكون حسابات الفيفا يوميا بتتكلم عن البطولات ودايما اسم النادي الأهلي موجود بشكل مستمر طبعا يعني يمكن بس أنا بقول للناس اللي هي بتتكلم عن النادي الأهلي شوفوا الحاجات دي يعني لازم يشوفوا البسطرات اللي بتكاتب دي والحاجات اللي الفيفا بيكتبها على النادي الأهلي وإنه هو بيقارن وسام أبو علي بن بابي وبيقول مين اللي هيبقى هده في البطولة أعتقد ده شرف له وسام أبو علي وسام أبو علي أثبت وجوده إنه هو من المهاجمين الأفزاز اللي مش في مصر أو في أفريقيا في العالم يعني بالشكل دوت وسام أبو علي زي ما قلتلك يعني من المهاجمين اللي بيجيلوا فرصتين يجيب فرصة يجيب جول من المهاجمين اللي بيجيلوا اتنين بيجيب واحد بالنهاجمين لأوقات بيجيلوا تلاتة بيجيب اتنين لأ حاجة يعني مهاجمين بعالي فعلا فز وفعلا لازم يتحط في المكانة دي لأنه قدم دور التاني في الموسم اللي فات أنا معتقدش إنه فيه مهاجم في العالم قدم قدم الدور ده يعني من أول منتقل للأهل في يناري اللي فات لباية النهاردة حتى نتكلم في شهر 12 يعني على مدار 12 أو 11 شهر عمل نسبة أهداف متميزة جدا على كافة المستويات بالضبط وكمان ده محمد فيه فيه نقطة أنا كنت بكلم فيها الحقيقة الناس كان بيقولوا لي هو وسمى معلها هياخد هدف الدوري أو المسابقة طولهم يا جماعة مش هياخد هدف المسابقة وسمى معلها هياخد أفضل لعيف في الدوري وفعلا خدها يعني خدها النقاط وخدها الإعلام وخدها كل حاجة مظبوط مظبوط طيب الآله رايح لتحدي جديد وعنده مباراة على كاس التحدي بالفعل يعني هتلعب بها الفايز مع الفايز من باتشوكا المكسيكي مع بوتفوغ البرازيلي كابتر رمضان على المستوى الشخصي تتمنى مين فيهم يكسب؟ يعني أنا أتمنى باتشوكوا طيب باتشوكا المكسيكي المكسيكي آه لأن الحقيقة جامد جدا ما بينهم ما بين الحقيقة بوتفوغ لأن حتى هم ماشيين كويس بوتفوغ لكن حتى مشكلة أن تصراحات المدارب بتاعهم فيها غرور وأعتقد أن دي كمان هتوقعه لأنه برضك ما يعرفش النادي الأهلي مدارب البرتغالي لفريق بوتفوغ البرازيلي آه قالك كده قالك أنا بيكلموه أنت تلعب مين أو عامل حساب مين قالهما أنا هكسب يا المدريد لغى المباراة الأولينية ولغى النادي الأهلي لما يلعب المباراة الثانية كمان هو ما يعرفش النادي الأهلي النادي الأهلي لما بيتحط فيه الحقيقة تحدي لا بيتحدي بشكل قوي جدا 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 وهتلاقي مستوى غير الأربع خمس مجيط الأخيرة ممكن تصرحاته دي تيجي بالسلبة على العابته؟ بنسبة 100% بنسبة 100% وهتدي دوافع بشكل كبير جدا 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 إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي لما يكسب ويلاعب ريال مدريد بكرة ماتشون مع بعض تتوقع أن يكون ماتش سهل أو ماتش صعب بما بين الفرقيتين؟ لا هو ماتش من السهل وفي نفس الوقت هي فرصة فعلا بتفوقه هي يعني تبقى الأفضل لأنه عنده تفوق الحقيقة لما شوفت مباراة الأخيرة عنده لعبة على مستوى علي جدا وعنده هيعمل تفوق على باتشيكا الحقيقة طيب لو هنسترد معك دلوقتي حتى معنا بعض الماترية المتعلقة بصفر الفريق النهاردة في اللحظات اللي زي دي حتى احنا عايزين نبص كده على الكواليس واللعيبة بتفكر ازاي وبتشتغل ازاي على الاعداد الزهني لهذه البطولة لعبوا في المطار أو خلاص عارك بالطيارة في التوقيت اللي زي ده يعني الهيب يفكر فيه المدرب بيبقى ليه دور في ايه بص هو المدرب الأول لأن المدرب الحقيقة في الفترة اللي فاتت احنا محتاجين مستر كولر الحقيقة يدوس في الحاجات اللي هي النفسية يدوس في الحاجات اللي هي بتخلق الدوافع عند لعيبة النادي الاهلي بالذات التحدي لأن لعيبة النادي الاهلي في اي تحدي بيعملوه في مستوى اي بطولة بيشاركوا فيها لما بيبقى مركزين بيقدموا كرة على مستوى عالي جدا وبيقدموا روح كتالية كمان يعني مش كرة وبس كمان لا بيقدموا روح كتالية عالية جدا جدا وبيقدروا يحسنوا بوريات صعبة جدا الحقيقة فبالتالي هم فعلا في المطار اكيد هم وغدين قاعد معهم الراجل وعمل معهم اجتماعات وبالتالي هم مركزين بنسبة كبيرة جدا ان هم يروح هناك يعملوا انجاز كبير ان شاء الله بإذن الله هو كمان حاب يبدأ اليوم من اوله بالزبط يعني يتمرى النهاردة في الملعب الفرع في مدينة نصر يتحرك على المطار الفريق يوصل يعني اعتقد خلال ساعة بكتير يكون وصلت ضوحة بإذن الله يدخلوا بفنده ويبدأ من بكرة يحضر للبطولة وهناك بالزبط وهو كمان فيه نقطة مهمة جدا ونقطة ايجابية جدا جدا ان شاء الله بإذن الله وجود الاسطورة معهم كابتن محمود الخطيب رئيس البيعسة اه رئيس البيعسة لهو لما بيطلع رئيس بيعسة بيفرق معهم بيفرق مع اللعيبة وبيفرق مع الجهاز بنسبة كبيرة جدا يعني مدامنا حتى يعلى الشاشة اه طبعا بعض اللقطات الخاصة بيه صفر البعسة بتبقى بقى لحظات تركب وانت على مشارف رحلة جديدة بتحدي جديد طبعا دوافع طبعا وهقولك حاجة كولر بيعرف يعمل دي والكابتن محمود الخطيب بيعرف يعمل دي بشكل كبير جدا 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 مفيش بطولة بيطلع معهم ومبرانة هائية بيطلع معهم إلا لما بتلاقي اللعيبة الحقيقة عندهم دوافع كبيرة جدا ويلعبوا على المكسب وروح كتالية بتبقى عالية جدا طيب وجود تلات لعيبة من الشباب والناشئين محمد عبد الله مصطفى أبو الخير والمهاجم سمير محمد التلاتة أكيد كل واحد ليه مركز مختلف عن التاني لو هتختار واحد منهم مين الأقرب يعني هختار محمد عبد الله لأن التجارب اللي أخدها الحقيقة أثبت وجوده وهو لعيب مهاري لعيب اللي حقيقة مهاري بشكل كويس قوي ويقدر ينتج مع الفرق كبير طيب تواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيسا للبعثة ده بيمثل إيه للجهاز وللعيبة لأفراد المنظومة يعني دايماً بتلاحز أن في رسائل مهمة بتيجي من الكابتن في لحظات مهمة طبعاً طبعاً الكابتن محمود الخطيب فأسطورة يعني أنت لما بيسافر مع الفرقة هو بيحاول أنه هو يديهم دافع ودوافع جديدة خالص وحتى هو يمكن مسافر في فترة اللي بي محتاجاه ولا بي محتاجة الفترة دي لأن لما بنيجي نتكلم على أربع ممبرات الأخيرة لا مش هو ده النادي الأهلي أعتقد أن في قطر النادي الأهلي هيلعب الممبراتين إن شاء الله بإذن الله بمستوى عالي جداً بمساند تركابت المحمود الخطيب والحقيقة كدر حقيقة كمان اشتغل معهم الفترة اللي فاتت على دي بالذات بتشعر أن الآلف المطولات العالمية والمطولات الكبيرة اللي زي دي بيظهر فيها بدون ضغوط يعني بيؤدي فيها مباريات أفضل بالمقنة بالمستوى المحلي أو الافريقي لأنه بيبقى خالي من أي ضغوط بعايز يقدم أفضل مستوى طبعاً لأنه هي إنت أنا بتلعب بطولة قوية وبالبطولات القوية دي بيبقى عندك دوافع إن أنا عاوز أطلع أقصى حاجة عندي إن أنا عاوز أزبط وجودي إن أنا عاوز أكسب ألعب عشان أكسب وأكسب فرقة كبيرة فالحاجات دي كلها بتبقى دوافع للعيبة النادي الأهلي إنهم يلعبوا على المكسب مهمة جداً مهمة جداً جداً أجواء قطر بقى والمونديال هناك آه طبعاً إحنا شفنا أفضل أفضل كاس عالم مثلاً في تاريخ الكرة من ساعة لبدأت الحقيقة البطولة اللي تلعبت في قطر فبالتالي الأجواء موجودة هناك الملاعب موجودة هناك بشكل يعني بشكل عالمي الحقيقة وما تقلقش على أي ملعب هتلعب عليه فبالتالي كل الأجواء دي بتساعد هتساعد لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله بزدنا إنهم ينتجوا بشكل قوي جداً جداً في المباراتين الكابتن محمد رمضان كمديراً رياضياً شايف الخطوة دي إزاي في مرحلة مهمة زي دي طيب محمد رمضان الحقيقة يعني وهو أنا اللي هي تجربة معاه وأنا شفته هو مدير كورا لأ شخصية منظمة جداً وشخصية ملتزمة جداً والحقيقة يعني أولاً الحتة العقوبات اللي الناس كنت بتكلم عنها دي دي مفروض يعني دي لمش موجودة كان بقى فيه مشكلة كبيرة جداً الحقيقة فهو تعامل معها وتعامل معها كمان إيه يعني حتى العقوبة الأولية بتاع الكهرباء هو أدى عقوبة جمدة جداً وبعدين يمكن خفضها شوية عمقوبة إمامة كانت شي ينفع أن هي تتخفض لأن كان فيها تجاوز الحقيقة تجاوز بشكل كبير جداً محمد رمضان مدير رياضي على مستوى عالمي أقول لك حاجة المدير الرياضي ده كمان على مستوى العالم وعلى مستوى الدوريات في أوروبا وفي ألمانيا وفرنسا وفي إنجلترا والحاجات دي كلها ده فيه أوقات الأندية بتتمسك بالمدير الرياضي إن يستمر معهم أكتر من المدير الفني لأن دور المدير الرياضي دور مهم جداً 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 طيب يعني أنك بقى اشتغلت مع الكابتن رمضان وفيه كواليس كتيرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل أرجع للكابتن رمضان السيد ونتعمق شوية في العلاقة اللي كانت بتربطه بالكابتن محمد رمضان عشان نقرب أكتر من شخصية الكابتن محمد رمضان حالياً كمدير رياضي للنادي الأهلي كل ده ولكن بعد الفاصل أهلاً بحضراتكم من جديد وقبل مطلع للفاصل اللي فات كنت بسأل الكابتن رمضان السيد على علاقته بالكابتن محمد رمضان لأن الكابتن محمد رمضان فترة من الفترة كان موجود في صفوف الفريق والكابتن رمضان السيد كان ضمن الجهاز الفني مع الكابتن أنور السلامة كانت فطرة مهمة جداً وتعرفتوا فيها على شخصية محمد رمضان وجاي من الترسنة طبعاً أكيد إحنا كمان يعني يمكن كان اشتغلنا في صعبة جداً لأن كان قابلينا مايكل إفريت كان هو اللي ماسك والترتيب الأهلي العاشة ده حاجة جداً محمد رمضان فاصل مع الإسماعيلي ده فكره أربعة آه طبعاً آه طبعاً فبالتالي هو من اللعيب ده جاب أحرص ثلاثة أهداف في المجرد دي آه هاترك آه هاترك هو كان متميز دائماً بدرابة رمضان هو كمان شخصية لما دي جي تتعامل معاها كان لعيب كرة لا شخصية غير خالص شخصية ملتزم جداً وملتزم جداً وجد جداً وبتمرن بشكل كويس قوي قوي وفي نفس الوقت يعني بتكلم إحنا على وسام دلوقتي هو كان من النواية دي لما بتجيله فرص في الداخل الثمنتاشر ما كانش بالسربع وكان بيجيب جوال كتير من كور سابتة وكور متحركة وكور هيدرز وكان بيلعب ضربة الجزاء بشكل غريب جداً يعني على طول في كل مرة بيلعب ضربة الجزاء بيودد الحرس في حتة وهو بيحطها في حتة وكان شخصية هيلة واللانا كنت متوقعه إنه هو لما يشتغل مدير كورا الكابتن طارق سليم بعد المباراة الإسماعيلية عطول في نهاية المباراة قال له عن حمد هو أعلن اعتزاله وقال له عن حمد أنت هتمسك مدير كورا طبعاً اشتغل فترة برضك ولا أروع على حقيقة فترة يعني مهمة جداً جداً في تاريخ النادي الأهلي كمدير كورا ولما جي مسك الفترة الأخيرة كمدير رياضي أنا طبعاً متوقع نجاحه بنسبة 100% يعني زيما قلت لك إنه هو ما شاء الله شخصية محترمة جداً 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 طيب أنتقل معاك لملف سريع وعلاقة باتحاد الكورا والاتحاد النهاردة خلاص تم تسكية قيمة المهندس هانا بوريدا نتمنى للتوفيق يا رب في المرحلة اللي جاية يقدر يعمل الطموحات أو يحقق الطموحات اللي مكانش يقدر يحققها في الفترات السابقة مطلوب من المجلس ده إيه؟ يعني تلات حاجات مهمين جداً أولاً التحكيم ده واحد ده يعني مهم مهم أو واحد واثنين وتلاتة بالضبط يعني ده مهم جداً 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 الحاجة التانية الانضباط في الملاعب اللي بقى فيه مشاكل كتيرة جداً في الملاعب ويمكن برضك الحاجة المهمة والحاجة اللي هي مفروض يعني يدوسوا فيها بشكل قوي جداً جداً دخول الجماهير جميل لازم تخش بالـ 40 ألف ولا 50 ألف لأن دخول الجماهير بيفرق في مستوى كل الأندية اللي موجودة في المستوى لأن طبعاً احنا بنشوف مثلاً جمهور رد الأهلي لما بيحضر مثلاً 50 ألف أو 60 ألف بيعملوا إيه مع لعبة نادي الأهلي وبالتالي كل الفرق الحقيقة فبالتالي النقطة دي مهمة جداً جداً أنهم يشتغلوا عليها ويشتغلوا عليها ليعملوا بها استمرارية ما فيش حاجة اسمها مطش 10 ألف مطش 5 ألف ومطش تاني يبقى 40 ألف لا لازم يتعامل استمرارية في الأعداد الكبيرة اللي بتحت يبقى تحكيم انضباط والجمهور والجمهور نعم المنتخبات المنتخبات طبعاً أنا بقول إن المنتخبات ماشية بشكل كويس قوي يعني إذا كان وصلنا كاس الأمم طبعاً الأفريقية في المغرب نوصلنا خلاص ووصلنا من بدري جداً وهنوصل إن شاء الله بإذن الله كاس عالم اللي جاي إن شاء الله بإذن الله بس إحنا يمكن هم بقى كان يبقى مطلوب منهم إن إحنا فعلاً نعمل كورة على مستوى عالي إحنا حالياً منتخب مصر بيمتلك أفضل اتنين مهاجمين في العالم عمر مرموش ومحمد صلاح اللي اتنين دول يصنعوا لك الفرق في أي مغرب تلعب أكيد أكيد وأنا بقتم مع كابتر رمضان السيء كان ليه تجربة كده في الأيام الأخيرة تجربة مصيرة شوية إنه يبقى يقود منتخب الأليوبية دور المحافظات وكان خلاص مراحل نهائية عملت إيه مع المنتخب الأليوبية وسمعت إنه فيه لعيب كمان تقلق وممكن يكون فيه معايشة الفترة الجاية يعني يمكن إحنا لعبنا سبع مباريات الحمد لله فوزنا في السبع مباريات رغم أن إحنا كنا بنعم منتخبات ومدربين محافظات ومدربين على مستوى عالي وفوزنا في السبع مباريات كان آخر مباراة المباراة اللي فاتت مع بانسويف وكسبناها بدربات الجزاء وحصلنا على البطولة ويمكن شكل التكريم الحقيقة كان شكل علامي يعني ما فيش مثلا كاز بالشكل دوت أو التكريم بالشكل ده كان تكريم مهم جدا 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 الحقيقة فيه لعيب فعلا اسمه حسين بيلعب رقم عشرة فيه ثلاثة من فرنسا لأن البطولة دي كان بيصرف عليها احدى تركات الراية التوتل فبالتالي هم الثلاثة دولة تختاروا لعيب دوت هيروح يعمل معايشة في فرنسا على لسه أنه ممكن يباليه تواجد في فرنسا فكرة جيدة أنه ممكن المحافظات والمراكز الشباب بكلها دور أن يطلع أجيال جديدة طبعا أكيد سؤال أخير بقى عشان السؤال ده ترحنا لك جماهير في بداية الحلقة بتفوجه أنبتشوكا المكسيكي توقعاتك مش أمنياتك توقعاتك من يكسب توقعاتي بتفوجه بتفوجه طب تعالى كده نشوف يا كابتر رمضان توقعات الجمهور لأنه نرده ترحنا السؤال عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وقلنا للناس مين أقرب أن يواجه الأهلي أول معايا واحد محمد بيقول بتفوجه هو الأقوى والأشرص ولازم الأهلي يفرد نفسه على كل الفرق ماشي ده أول تعليق معنا عبد الرحمن تعليق تاني بيقول بتفوجه بنسبة 90% 90% محمد ربيع بيقول أعتقد أن باتشوكا أقرب للفوز ننتظر ونرى ماشي كده ثلاث أراء لرأيه السيد عبد الحسيب بيقول بتفوجه بوتفوجه عبده بيقول بتفوجه وإن شاء الله نكسب ثقاتنا في ربنا وفي الفريق إن شاء الله إن شاء الله ميده بيقول باتشوكا ماشي كده خمسة اتنين محمد عادد بيقول أتمنى باتشوكا بس للأسف هنواجه بوتفوجه يبقى كده ستة ليه للأسف طيب حسام بيقول بتشوكا هيكسب طيب يعني دي التعليقات اللي اتقالت النهاردة نقدر نقول ستة تعليقات بتقول بتفوجه هيكسب وثلاث تعليقات بتقول بتشوكا هيكسب والكابتر رمضان السيد بيقول بتفوجه بقى إذن الرؤية الناس كلها تتوقع أن بتفوجه هو الأقرب لمواجهة الأهل يوم السبت المقبل على مباراة كأس التحدي في بطولة فيفا انتر كونتينال كابتر رمضان السيد نورتني وشرفتني وسعدها بوجودك معنا النهاردة ربنا أخليك يا محمد أنا لسعيد جدا أن أنا معك النهاردة الله يسلمك وبالتأكيد كانت فقرة حوارية مهمة جدا محتاجين نتكلم في الفنيات نسمع رأي فني مهم جدا مع واحد من نجوم خط وسط النادي الأهل والمدربين اللي كان ليه باع طويل جدا في الكرة المصرية خلال الحقبة والسنوات الأخيرة كابتر رمضان السيد في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء